حد بقى يعرف لي سموها رموش الست تعالوا كده أقولكم وإحنا بنشتغل بس الأهم من اسمها الوصفة نفسها الوصفة معينا النهاردة جميلة قوي طالعة مرملة ودايبة ولونها خطير وبمنتهى البساطة هنعملها تعالوا نشوفها نعملها إزاي معاية تلتين كوب من الزبدة الكوبية اللي أنا باستخدمها دي 200 ملي وهكتب لكم المقاديل بالجرامات في صندوق الوصف الزبدة اللي أعطاها من التلاج قبل ما اشتغل بحوالي ربع ساعة كده بحيث أن هي تضرب معاية بسهولة نزلت بتلت معالي كوبار سكر بضرة بضربهم كويس جدا ممكن ما تعمليش بالمضرب ممكن تعملي بالمضرب اليدوي بس علشان ما نتعبش في الصيام وكده لأن دايما بنعملها في رمضان نعملها بالمضرب الكهربائي نزلت ببيضة ومعلقها صغيرة فانيليا الرموش النهاردة أنا مش هدهنها بصفار بيض زي ما احنا كنا متعودين بنعمل هدهنها بحاجة تانية عشان الناس اللي ما بتحبش ريحة صفار البيض هوريلكم دلوقتي نزلت بتلت معالي كوبار من الصميد اللي هو ديال بزبوسة ومعلقة كبيرة لبن بودرة وكوباية ونص من الدقيق بس مش بضيف الدقيق كله بلم بآخر شوية كده بخلي ربع كوباية ألم بيها ونص معالقة صغيرة بيكنج بودر وزر بسيطة من الملح دايما أضيف الصميد الأول لأن الصميد بيتقل العجينة معايا فأنزل بعد كده بقى بالدقيق تدريجي بحيث أن العجينة ما تبقاش نشفة معايا فالرموش تطلع كبسة أنا هنا لقيت العجينة لسه طرية قوي ولينة جدا محتاجة شوية الدقيق اللي أنا شايل له لكن أنت دايما تنزلي بالدقيق بالتدريج أضيف كمان مع لقتين كبار جوز هند وأبدأ ألم العجينة كده العجينة معايا هنا مش بنعجم فيها كتير مجرد أن الدقيق يدوب كده والصميد ويمتزجوا ببعض بس أوقف بقى عجين والعجينة عندي لينة بس ما بتلزأش وزنتهم بحيث يبقوا كلهم قد بعض طبعا ممكن نعمل بالنظر كده عشان السرعة أنا بس عشان التصوير وعيزهم كلهم يبقوا قد بعض فوزنتهم الواحدة 15 جرام بصوا بقى الرموش الستي دي بتبقى شبه العين كده ونبدأ نعمل عليها خطوط شبه الرموش وأنا بتهيقلي أنه ده الإسم أطلق عليها يعني علشان كده لأن الخطوط اللي نعملها عليها دي بتبقى شبه الرموش العين وهي شكل العين فأعتقد أنه هو ده السبب أنه هم سموها رموش الست لو أنتوا عندكم أي فكرة تانية عن سبب تسميتها أقولولي في التعليقات حطيتها في صانية مش مدهونة وبدخلها الفرن على درجة حرارة 180 ويتاخد معايا حوالي نص ساعة وأبدأ أحضر الشرباط معايا كباية من السكر ضفت لهم كباية من الميا وأبدأ أدوب تدويب بسيط كده علشان السكر ما يطلعش على الجوانب وعلشان الشرباط ما يسكرش مننا نحطه على درجة حرارة متوسطة أو أقل من المتوسطة كمان ولازم السكر يدوب قبل الغليان وبضيف كمان معلقة صغيرة من عسل الجلوكوز وبعد الغليان ما أقلبش فيه أبدا تاني بس مجرد أن أنا أضيف معلقة صغيرة من عسل الجلوكوز دي كمان بتمنع التسكر ولو مش متوفر عسل الجلوكوز ممكن أستبدلها بعسل أبيض بعد الغليان بحسب حوالي سبع دقايق وطبعا ضفت عصير نص لامونة بطفي عليه وبغطيه علشان أي بلورات على الجوانب بتنزل منه البخار فنغطيه وهو سخن كده وبسيبه بقى والرموش هنا عندي استوت ولونها جميل جدا ممكن كمان أن أنا ما دهنهاش بحاجة لكن أنا عايز أغمى اللون شوية فهبدأ أجيب معلقة كبيرة عصر أبيض وأخففها بالحليب لغاية ما يبقى قوامها يعني وسط كده مش تقيل قوي ولا خفيف قوي دي بتدي لمعة وبتدي لون غامق للرموش وممكن كمان أن أنا أدهن أي حاجة مغبوزات محتاجة صفار بيض أدهنها بالخليط ده بس نخلي بالنا وهي فولفور نتبعها لأنها بتتحرق بسرعة جدا فأنا لو أنا هشغل الشوية هي حوالي نص دقيقة بتتحرق بسرعة جدا لازم تبي يوقفة جنبها علشان العصل طبعا بيغمأ أي حاجة بسرعة هي سخنة والشربات دافية لازم الشربات يكون دافية علشان تتشرب كويس قوي وهي بتحتاج كمية شربات كويسة يعني فانزل كده بالشربات بوزعه كويس قوي وبغطيها وهي سخنة وبسيبها لغاية ما تبرد ممكن كمان أن أنا أقلبها بحيث أن الجزء اللي فوق يتشرب هو كمان والرموش لما بتتقدم تاني يوم بتبقى أحسن بتبدأ تتشرب كده من الشربات والدوب وبتبقى مرملة وجميلة قوي لكن طبعا عادي ده ما يمنعش أن احنا نقدمها في نفس اليوم ما فيش مشكلة أنا هوري لكم في آخر الفيديو شكلها تاني يوم لما فتحتها كان شكلها عامل إزاي طبعا أنا ما عدتش العدد بالظبط طلع كام واحدة كان نفسي أن أنا أعدهم وقول لكم المقدار ده طلع كام واحدة لكن هو طلع الطبق ده اللي انتوا شايفينه ده وطبق تاني صغير ممكن كمان لو انتوا عايزين تزودوا العدد تقللوا حجمها تعملوها أصغر من كده ممكن نزينها بأي مكسرات عندنا أو نقدمها زي ما هي والله هي مش محتاجة أي حاجة الوصفة جميلة جدا عايزكم تجربوها وتقولولي الوصفات الجميلة بتاعتنا لبتاعت زمان اللي انتوا حابين تشوفوها تاني هنزلها لكم تاني في القناة إن شاء الله الفترة اللي جاية ولو عندكم أي استفسار في أي وقت اكتبوا لي في التعليقات وأنا هرد عليكم تعالوا بقى نشوف شكلها من جوه أول يوم وتاني يوم ده كده شكلها أول يوم شايفين لونها من جوه جميل إزاي لأن احنا بنسيبها برحيطها في الفرن لغاية ما تتحمل بالشكل اللي احنا شايفينه ده ده كده شكلها تاني يوم دعيبة جدا ومرملة ما تنسوش تعملوا اللايك وشير لي الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله